منذ الأول من تشرين الأول 2019 والقوات الحكومية والميليشيات الموالية لإيران تطارد ثوار تشرين بالقمع والخطف والاعتقال والقتل لا لشيء سوى أنهم طلبوا بإسقاط نظام المحاصصة الطائفية الذي سرق البلاد والعبادة وأعاد العراق إلى العصور المظلمة معدلات حوادث الاغتيال التي تستهدف المتظاهرين والناشطين في تزايد مستمر ولا يزال يقابلها صمت حكومي مطبق ووعود رسمية بفتح تحقيقات جديدة فيما لا يزال مصير السابقة منها غامضا تلك الحوادث حصدت مئات الشهداء وآلاف الجرحى فضلا عن المعتقلين والمختطفين دماء المتظاهرين توزعت بين القوات الحكومية والفصائل المسلحة المرتبطة بإيران والتي عارضت التظاهرات الشعبية منذ أول أيام انطلاقتها فواصلت عمليات الاغتيال المنظمة التي باتت شبهة يومية وفي كثير من الأحيان يستقل منفذوها سيارات تحمل لوحات تسجيل حكومية وحتى إن كانت من دونها فهم يجتازون حواجز التفتيش بسهولة التحقيقات في الاغتيالات لم تتمخض عن شيء بل التحقيق حول مجازر ضخمة هزت العراق خلال الأشهر الماضية لم يصفر عن نتائج تذكر من مجزرة السنك والخلاني ببغداد إلى مجزرة ساحة الحبوب في الناصرية مرورا بقتل عشرات المتظاهرين في النجف وكربلاء وانتهاءا بقنص المتظاهرين وما حادث تغتيال الشهيد عمر فاضل ببعيدة عن مسرح الجرائم اليومية وبحسب مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة فإن ضابطا من قوات سوات التابعة لوزارة الداخلية هو من ارتكب جريمة قتل المتظاهر عمر فاضل فرق استهداف المتظاهرين وإن شئت فقل فرق الموت ترصد التحركات وتلاحق وتراقب الناشطين لخطفهم أو قتلهم فحصلت بغداد على أعلى نسبة من الاغتيالات ولم يستثني الموت المدن الكبرى جرائم متواصلة دون حسيب ولا رقيب الغاية منها بحسب المتظاهرين اسكات صوت ثورة تشرين ولتثبت حكومة الكاظمي بتلك الانتهاكات أنها لا تختلف عن سابقاتها من حكومات الاحتلال المتعاقبة ترجمة نانسي قنقر